دولة رئيس الوزراء محمد الشاعر السوداني مشكور حقيقة على هذه الجولات والله يساعده يفتتح مصانع يعمل على تطوير الصناعة يعمل على تطوير الاقتصاد مهتم بموضوع حقيقة اللي يعتقده هو رح ينقل العراق من مرحلة لمرحلة اللي هو طريقة التنمية حقيقة انجاز كبير عمل رائع داعمين الى رئيس الوزراء حقيقة بها المرحلة الصعبة وها المرحلة نعتبرها مرحلة انتقالية انه العراق اليوم يدخل بمجال الصناعة ويدخل بمجال الاقتصاد حقيقة هذه الالتفاتة وهذه الاشارة من قبل الحكومة العراقية دلالة واعية عنه انه مهتمة بالمواطن العراق مهتمة بالاقتصاد العراقي وكذلك هذا الغاز المصاحب المستورد اللي يستورد العراق بكميات كبيرة من الدول من الدول الاقليمية أو الدول المجاورة حقيقة يقلل من الاستيراد من هذا الجانب السيد السوداني ذهابه الى البصرة لافتتاح العديد من المشاريع في محافظة ميسان ومحافظة البصرة اعتقد الغاز المصاحب في حقل الحلفاية في محافظة ميسان الذي وصل الى الانتاج فيه الى نسب متقدمة بعد ان كانت نسب الانجاز بحدود الخمسين الان ارتفعت الى اكثر من ستين بالمئة حياكم الله جولة جنوبية ومشاريع نفطية بانزين في محافظة البصرة وغاز في ميسان فهل ستكون الطاقة في امان؟ حراك غير مسبوق لرئيس يبحث عن استثمار الموارد وتلبية الاحتياجات وما بين راض وناقد رأيان لا يتفقان تشغيل للمحطات واستثمار للطاقات فماذا ستحقق حكومة الخدمات؟ سؤال يحير الاذهان كالنسب المهولة للطلاق ثمانية حالات في كل ساعة فما يتحمل نتيجة هذه البشاعة؟ اسباب اقتصادية وانعكاسات مجتمعية وفي الحالتين القضاء يسجل اخطر الارقام يوميا وما خفي لن يكون اعظم اذا علمنا ان بعض الزواجات تتحول لطلاقات في نفس الساعة اهلا بكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة محور حديث ملفنا الأول سيكون مع مدير مركز العراق للطاقة الأستاذ الدكتور فرات المسوي حياك الله أهلاً وسهلاً دكتور ما أبرز المشاريع التي تم افتتاحها اليوم في ميسان محافظة البصر نعم مساء الخير عليكم جميعاً أستاذ المشاهديكم الكرام حقيقة اليوم الجولة اقتصادية فنية عالية المستوى ابتدأها دولة رئيس الوزراء في ميسان بافتتاح معالجة أو مجمع معالجة الغاز الحر هذا الغاز المصاحب هو أحد أنواع الغاز الطبيعي في العراق حيث يتكون 70% في العراق من غاز مصاحب و30% من غاز حر اليوم تم افتتاح حقيقة مشروع داماً لأكثر من ثلاث سنوات اليوم تم تحلية وتجفيف هذا الغاز تحلية بمعنى إزالة الكبريت وأيضاً تجفيف من المياه الموجودة ليصبح سلعة رائجة جيدة في سوق الطاقة هذه السلعة الرائجة جيدة في سوق الطاقة وين تستخدم دكتور؟ نعم هذه تستخدم الآن عدنا رح يتكون من عدها تنشق من هذا الغاز اليوم ثلاثة أنواع من الغاز النوع الأول هو ما يسمى بالغاز الجاف هذا الغاز الجاف اللي هو LNG يسمى هذا يذهب معظم إلى توليد منظومة الطاقة الكهربائية وإلى معامل الحديد والصلب وإلى معامل الأسمدة الكيميائية هذا مجمل الإنتاج هذا اليوم اللي في ميسان سوف يذهب بحدود 1200 ميجا واط إلى محطات حكومية ومحطات استثمارية للطاقة الكهربائية وهذا رقم طبعاً كبير جداً يعني 1200 ميجا واط دفعة واحدة هذا النوع الأول خلينا بس بالنوع الأول وبعد ننتقل إلى هذا شقد رح يسهم في تأزيز الطاقة الكهربائية؟ هذا يسهم يعني تعرفين حضرتك نستورد 50 مليون متر مكعب يومياً من الجارة إيران غاز لتشغيل 8000 ميجا واط هذه الكمية تعادل بحدود من 6 إلى 8 تريليونات دينار عراقي سنوياً وهي حقيقة أثقلت الموازنة العراقية سيد رئيس الوزراء أدرك هذا الموضوع لهذا قام باستثمار جميع الرقع والحقول الاستكشافية التي تكون عائديتها باتجاه الغاز هذا كان من ضمن المشاريع التي تقريباً أكثر من ثلاث سنوات كان ضمن الخطة الاستراتيجية أولاً لوقف حرق وهدر الغاز وأيضاً استثمار لمنظومة الطاقة الكهربائية والأمر الثالث أيضاً المهم هو بيئياً الناحية البيئية المهمة جداً لأن العراق وقع اتفاقيات تغيرات مناخية فيريد تحسين البيئة من خلال هذه المشاريع هذا الغاز الجاف واللي قلت لي يستخدم في الأسمدة ويستخدم في الطاقة الكهربائية ومعامل الحديد وصل قلت لي نوعين آخرين من الغاز نعم النوع الثاني هو النوع الذي يستخدم الغاز النفطي المسال اللي هو ما يسمى البي جي يستخدم في غازين بروبان بيوتان هذا يستخدم في قناني الطبق وفي النقل سيارات النقل اللي يستخدمها الآن في العراق نجد كثير من المحطات الآن هناك تسير بطريقة الغاز هذا النوع من الغاز وأيضاً الطبق حقيقةً العراق منذ عام 2016 وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي بهذا النوع هذه دلالة مهمة اليوم أيضاً أضاف إلى هذه الكمية أضاف بحدود أو سوف يضيف بحدود 1100 إلى 1200 طن حقيقةً من الغاز هذا النوع اللي ممكن العراق الآن وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي ممكن تصديره قبل شهر غاز البصرة صدر شحنة أكثر من 10 ألاف طن من غاز البروبان هذا سعر الطن الواحس 630 دولار هذا الآن بدأ العراق في خطته يبحث عن أسواق تسويقية لهذا النوع هذا النوع الآن واصلين نحن بالاكتفاء الذاتي ويمكن تصديره أما النوع الثالث عندنا ما يسمى بالمكثفات أو C5 هذا حقيقةً قريب من النفثة هذا يخلط مع النفط الخام لتحسين جودته ونوعيته هذا أيضاً عندنا اكتفاء ذاتي من عنده هذا وين يستخدم دكتور؟ هذا قعد أقول لحضرتك يخلط مع النفط الخام لتحسين نوعيته وجودته النفط الخام النفط الخام لاستخدامات من النفط الخام نعم هذا ما يسمى بالمكثفات أيضاً يدخل في كثير من الصناعات نحن لا لدينا الصناعات هنا بس دول تحتاجها فلهذا العراق ممكن يصدره نعم هذا يصدره طبعاً هذا مجموع الصادرات من النوعين ممكن يدخل للموازنة العراقية موازنة بأرقام جديدة يساعد العراق لنهوض باقتصاده وهذا الشيء الجديد اليوم عندك افتتاح وحدة الأزمة في مصف البصرة هل سيؤمن البنزين المحسن للمواطن العراقي؟ نعم احنا طبعاً احنا كنا نستورد يعني اول استهلاك نعفونا المحلي اليومي 32 مليون لتر بالبنزين هذا في الصيف 16 مليون لتر من هذه الكمية كان يتم انتاجها والباقي كان يستورد حجم المشتقات النفطية حقيقة اللي نستوردها كان يوازي من 3.5 إلى 4 مليار سنوياً والرقم في تزايد هذه أرقام كبيرة جداً يعني تدخل في الموازنة العراقية ولا تحول إلى ملفات اقصادية هامة اليوم بعد افتتاح طبعاً قبل فترة بعد افتتاح مصفى بيجي مصفى كربلا واليوم إضافة وحدة رابعة حقيقةً لمصفى البصرة وإضافة وحدة أزمرة اللي هو تحسين البنزين المحسن تم إضافة مليون و300 ألف لتر من البنزين الآن مجمل ما موجود بالعراق قد تعدى أكثر من 24 مليون لتر من البنزين وهو في طريقة إلى الاكتفاء الذاتي من هذا المنتج مع نهاية السنة مثل ما هو يعني خلص الآن زيت الغاز الآن والنفط الأبيض الآن قد وصل إلى اكتفاء الذاتي بعد هذه المرحلة حقيقةً سوف يبدأ العراق بتصدير هذه المنتجات قبل التصدير شون شوف مدى مساهمة هذه المشاريع في تطوير قطاع الطاقة اليوم هم المواطن الأكبر هو البنزين نعم وهو الطاقة الكهربائية أكيد كل جغائبة ومتخربطة عن المواطن العراقي فالمواطن يقول لك أنا شرح السفيد من هذه المشاريع حقيقةً ستفرح هذه استراتيجية استراتيجية جديدة بإرادة وطنية أصبح ملف مهم جداً بإشراف الحكومة العراقية بإشراف السيد السوداني بشكل مباشر هذه معظم مشاكلنا ليس فقط السكنية بواسطة الكهرباء أيضاً تأخير أي مشروع صناعي تجاري هو بسبب فقدان القدرة على تولي الكهرباء الآن مع وجود استثمارات غازية الآن سوف ندخل نحن طبعاً عندنا توقيتات زمنية مع جولات التراخص الخامسة والساسة نحتاج أقل فترة ثلاث سنوات وأخصى فترة خمس سنوات سوف نصل إلى حد من الاكتفاء الذاتي وليس كلي وإنما اكتفاء ذاتي أولي في الغاز الجاف اللي هو المولد لطاقة الكهربائية وهذا ينقلنا إلى مرحلة نمو اقتصادي جديد هذا من جانب جانب آخر بالنسبة للبانزين اللي كان هذا يستورد بأرقام كبيرة 3 إلى 4 مليار المشتقات النفطية هذه المبالغ سوف تحول إلى ملفات اقتصادية هامة في الدولة أيضاً ستوفر فرص عمل كثيرة لشباب خريجين اللي هو في أمس الحاجة الآن يعني معظم المشاكل الشباب في المناطق النفطية في البصرة في ميسان في الناصرية هي بسبب يعني هذه شعلة الغاز التي تحترق وحقول النفطية هل قد العراق يخسر سنوياً باحتراق الغاز المصاحب؟ حقيقة يعني الرقم حالياً ما أملك لأن هذا متفاوت بس الرقم رقم كبير جداً ولكن الأهم من المادة هو بيئياً أصبح ملوث كبير وأصبحت هناك أرقام كبيرة من مزارة الصحة العراقية والدولية بأمراض سراطانية خطيرة نتيجة هذا التلوث البيئي فوصلنا مرحلة لا يمكن التخلص من هكذا مشاكل إلا عن طريق الاستثمار وتحويل هذه التحديات إلى فرص استثمارية تعود بالفائدة على العراق هذه الفرص الاستثمارية اليوم العراق بيئة جاذبة لو طارد حقيقة يعني البيئة ما زالت هي غير جاذبة لكثير من الشركات الأجنبية ولكن في نفس الوقت هناك تأكيد حكومي على تحويل هذه البيئات إلى بيئات جاذبة عن طريق سن قوانين في مصلحة المستثمر أيضاً يعني احنا مشكلتنا تشريعية دكتور نعم هذه واحدة من المشاكل احنا ما عندنا مشكلة أمنية بحتة بحيث هناك جهات خارجة على القانون بشكل مباشر بدليل هناك شركات الآن شركات بريطانية شركات إيطالية روسية وغيرها تعمل بالعراق دون تسجيل أي مشكلة حتى بالمناسبة حتى انسحاب بعض هذه الشركات من حقول مهمة مثل اكسل موبيل وشيل هذه انسحبت من جهة لتكمل مشاريع في جهات أخرى جهات ترى أن هي أكثر استثماراً لأن هذه الشركات هي شركات تبحث عن الربع شنو ممكن الشغلة التشريعية لينطيها القانون العراقي أو المشرعين للمستثمرين بالعراق حتى ينطيهم جانب من الاطمئنات لاستثمار مشاريعهم في العراق نعم في زيارة الأخيرة السيد السوداني لواشنطن وكذلك لحضور المؤتمر الاقتصادي العالمي في الرياض بدأ يوجه البرلمان ووجه البنك المركزي بسن ضمانات مالية تحفظ حقوق هذه المستثمر حقيقة هذه في السابق لم تكن موجودة بشكل حكومي رسمي الآن هذه ثبتت رسمياً بحيث أن المستثمر عندما يأتي هو يأخذ قرض من بنك دولي يريد أن يجد بيئة مناسبة تحفظ الأموال الآن الحكومة شخصياً سيد السوداني تعهد بحماية أموال المستثمرين بدليل ليس فقط في القطاع النفطي وإنما في القطاع الإسكان الآن دخلت أكثر من شركة غير عراقية راغبة في الاستثمار نتيجة وجود هذا التوجه لدى الحكومة سين يعني باعتبار حضرت خبير في مجال الطاقة العراق بشنو يعاني في مجال الطاقة؟ هل إحنا خيراتنا هواي هل هو سوء إدارة؟ هل هو إهمال؟ نعم هل هو تراكمات للأعوام السابقة؟ أحسنتي أهم أهم حضرت ما تفضلت به هو الإدارة إدارة ملف الطاقة إدارة حقيقة يجب أن تكون إدارة استراتيجية معظم دول المنطقة والشركات العملاقة النفطية وكذلك دول العالم تستعين بمراكز استراتيجية متخصصة بالطاقة ما عدا في العراق العراق حقيقة فقط الجهات الحكومية يجب إشراك هذه المراكز المتخصصة لتعرض آراءها مشاكلها تخصصاتها الفنية التي هي داعمة لأي مشروع العراق حجة يفتقد منذ تاريخ العراق لحد الآن يفتقد لهذه المراكز وهذه دعوة للحكومة العراقية للاستعانة بهكذا مراكز ينضم إلينا عبر الهاتف الوكيل الثاني لمدير عام شركة المصافية الأساس سلمان هدار حياك الله أساس سلمان أهلا وسهلا حياكم الله أستاذ ماذا يمثل افتتاح وحدة الأزمرة في مصفى البصرة وهل سيؤمن الحاجة المحلية من البنزين المحسن لا لا تفضل نعم شكرا جزيلا الحقيبة التي وضعت من قبل مجلس الوزراء ومتمثلة في دولة في رئيس الوزراء التي على عتقنا نحن كمصاف الجنوب مشروع وحدة الأزمرة بالإضافة إلى وحدة التكهير الرابعة بالإضافة إلى مشروع وحدة الـ FCC وحدة الأزمرة الله الحمد اليوم حتى تفعالي تغييرها بطاقة 1300 متر مكعب باليوم أي ما يعاد المليون و300 ألف ألف لتر باليوم بعدد أوكتاني 88 هذه الوحدة راحة ساهم بالتأكيد لا يوجد عصة سحرية لإيقاف البنزين المشترك 100% جاءت أرفون التطور الذي حدث عندنا والسيارات التي دخلت للبلد والرفاهية التي حدثت وكل بيت سيارة سيارتين وزائد النقل عندها بخطة بخطة منظمنا هذا المشروع ندي هو مشروع وحدة الأزمرة زائد مصر البصر عندها ثلاثة وحدات تحسين بوانزين زائد المشروع إن شاء الله منتصف 20-25 المشروع الـ FCC هذا العملاق يدخل بالخدمة راح تساهم مساهمة كبيرة جدا يعني إن شاء الله نوصل إلى إيقاف المستوعد نعم فوحدة الأزمرة الجزء راح تساهم بجزء يعني بنسبة من إيقاف المستوعد وليس 100% طيب يعني ياردستر حضرتك ما عندك عصة صحرية لعدم استيراد البوانزين لكن هل عندنا عصة صحرية لإيقاف التلوث البي في محافظة البصر بخصوص التصفير خصوص التصفير أحنا أعلم أن نتكلم كعصة صحرية مليون مثلا أباشر لا بلادس وضعت خطط خطط ممتازة خطط في النية عراقية بالمناسبة أحنا العراقيين هاي المشروع مشروع وحدة الأزمرة بالإضافة للمشروع وحدة التكهير صار سوء بالأقد يعني ويانا انفسخ الأقد من دولة يسل الوزراء نفذ هذا المشروع بأيدي عراقية مئة بالمئة من كادر هندسي وكادر فني وفق تقنيات وفق يعني فلسفة عمل رائعة جدا وضمنا يعني أنا برأي وفضل أني ولدت تدرس هذه المشاريع اللي دخلت هذه العمل هذه المشاريع احنا حاليا كلها مضمنة ضمن المحددات البيئية حتى مشاريعنا وفطوطة القديمة اللي نفذت بالستينات أو بالسبعينات حاليا دخلناها تحت الصرام البيئية تحت المحددات البيئية أول شيء يعني نحدم المدوثات البيئة ثاني شيء هاي مبالغ فلوس رجعناها على حوض البنزين المنتج يعني ما يعاد 400-500 متر مكعب اليوم حوالي نص مليون لفر باليوم ضمنناه ويحوض البنزين المنتج لأسواق المحلية وعاملين بيحنا شركة مطابجة شكرا جزيلا الوكيل الثاني لمدير عام شركة المصافي سلمان هدار شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإضاحات ينضم إلينا عبر سكايب مدير هيئة الانتاج في شركة نفط ميسان كاظم صالح حياك الله أستاذ كاظم ما أبرز المشاريع التي تم افتتاحها في محافظة ميسان وما مدى مساهمتها في تطوير قطاع الطاقة في ميسان والعراق عموما أهلا وسلم وصف تحياك الله الحقيقة اليوم وزارة النفط متنفلة بشركة نفط ميسان أضافة منجز آخر لمنجزات حكومة السيد حم الشاح السوداني ألا وهو افتتاح مشروع معالجة واستثمار الغاز المصاحب لحق الحلفية حق الحلفية حق حفظ شركة كنا شركة نفط ميسان الحفظ هذا المشروع راح يعالج كمية بمقدار 200 مليون قدم مكعد قياسي هذا غاز معالج جاف محلى الطاقة التصميم لهذا المشروع هي 300 مليون قدم مكعد قياسي راح تعالجنا بحدود 200 مطمق النواتج الأخرى نواتج عرضية أخرى اللي هي الكبريت بحدود الاربعين طن وهذا اتفاق مع شركة السومو اللي بيع هذه الكميات من الكبريت نعم كذلك من الآخر اللي هو الغاز المسال أو ما يسمى بغاز الطبخ الحقيقة هذا الغاز الالبي جي أو ما يسمى بالالبي جي بحدود 2400 طن في اليوم منها 500 تقريبا راح تروح للاستلاك المحلي المحافظة المحافظة من المحافظة الحالية راح نحتمد على حوضيات شركة توزيع المنتوجات النفطية لنقله إلى مناطق تصريف أخرى في البلد للمحافظات الأخرى المنتج الآخر الرابع اللي هو المكتفات المكتفات السيفايف بلاص وهذه المكتفات الحقيقة هناك خطط لوزارة النفط الآن في المرحلة الحالية راح نبقى مع النفط الخام اللي هو يحسن مواصفات النفط المصدر وبالتالي يروح إلى المرحلة اللاحقة نحاول يتم استثماره من خلال مستثمرين والحقيقة هناك شركات استثمارية عديدة قدمت عروضها لدى وزارة النفط والآن في طور الدراسة طيب تعرف وتصنف المحافظات الفقيرة إلى أي مدى ستساهم الحكومة عن طريق استثمار الطاقة في هذه المحافظة في تحسين الواقع الاقتصادي لمحافظة نيسان الحقيقة محافظتنا تعرف المشاريع المهمة هي مشاريع النفطية أكثر مشاريع الحالية وهذا المشروع اليوم الذي افتحناه هو يشغل أيدي العاملة المحلية بالكميات جدا كبيرة إضافة إلى هناك مشاريع أخرى في المحافظة متعلقة بكذلك استغلال كبيرات الغاز الفائض الأخرى من بزرقان إضافة إلى جولات التراخيص الخامسة والساسة التي ستفتح أخرى وتشغيل أياد العاملة اليوم مشكلتنا مع تشغيل ناسنا ومواطنين فأكيد هذه المشاريع ستفتح فرص أخرى فرص أضافية لناسنا وشبابنا يشتغلون كيف مشاريع نعم إذن دكتور سمعت الرأيين من المسؤولين أنه مشاريع جيدة ستقلل من نسبة البطالة وستحقق فرص أثمارية جيدة هنا في العراق لماذا تعلق على ما تفضل به ضيفه نعم صحيح تماما العراق ماضي حقيقتين من جنوب العراق إلى شمال العراق باستثمار جميع الرقع الاستكشافية والحقول النفطية لأنه ضمن المنهاج الحكومي لدى السيد الرئيس وزراء هو الاستثمار الأمثل للنفط والغاز الآن هذه المشاريع تحقق هذا الاستثمار الأمثل للنفط والغاز هذا أولا ثانيا الشيء الملفت للنظر والشيء الجيد أن هذا لن يكون في محافظة دون غيرها بل سوف يشمل هذه الاستثمارات تشمل اللي بخصوص الطاقة سواء الغاز أو النفط تشمل جميع المحافظات وهذا شيء جديد يعني محافظات مثلا البصرة هي كانت يعني معروفة بالنفط ميسان أيضا ناصرية بس أكو رأيب الشارع يقول لك البصرة صدر النفط وهي المنتجة للنفط لكن ما بحصلها على امتيازات تعطى للمحافظة لتعيش أفضل من مثيلاتها باعتبارها أنه تتحمل مصدر تلوث كبير نعم حقيقة تتحمل مصدر تلوث كبير تحتاج لهذا أنا قلت بالبداية تحتاج الموضوع هذا الملف يحتاج إلى إدارة إدارة وإرادة وطنية إدارة عادلة إدارة العراق ولاد بالخارات نعم نعم يعني إحنا عدنا لكن إدارة سياسية ممكن هنانا يعني ما نتفق عليها بشكل إيش تقصد بالإدارة السياسية لهذا الملف يعني مثلا مثل ما قلت الحاضر تيش الحكومة الآن عليها التوزيع العادل في هذه المشاريع السثمارية في الجولة مثلا الخامسة والساس إذا تلاحظين أكون محافظات مثل السماوة مثل مناطقات حدودية في الفرات الأوسط لم تكن تدخل ضمن مشاريع الطاقة الآن دخلت هذه واحدة من المشاكل التي كان يعاب على الحكومات السابقة أن هذه المحافظات هي فقيرة الديوانية السماوة هذه محافظات فقيرة لأنها لا يوجد بها أي مشاريع تنموية اقتصادية الآن هذه المشاريع بدأت بالدخول هذا واحد أيضا حتى إضافة موضوع وحدات الأزمرة إلى المصافي هناك مصافي متعددة هناك مصفة الآن بالديوانية مصفة السماوة مصافي صغيرة سوف يضاف إليها وحدات أزمرة تحسين بانزين حقيقة الأول هو توفير هذه المادة المنتج للمحافظة والهدف الثاني توفير نوع من النمو الاقتصادي لهذه المحافظات نعم أستاذ كاظم هل هناك مشاريع تلوح في الأفق في محافظة ميسان قادمة إن شاء الله حقيقة المشروع الثاني المهم مشروع استثمار الغاز الفائض من حقول البزرقان حيث من المتوقع أن يتم نكمال هذا المشروع المشروع طبعا يتكون من ثلاثة كزارة ريسية وحدة الكبس في حقول البزرقان انبوب بحدود 80 كيلو متر إلى منطقة الحلفية إلى حق الحلفية وفي حق الحلفية سيتم نصب وحدة معالجة سيتم معالجة حوالي 70 مليون قدم مكعب قياس فائض من حقول البزرقان واستثمارها لتزويد محطات نير الكهربائية العالية لوزارة الكهرباء هذا المتوقع يتم نجازة خلال العامين القادمين إن شاء الله إن شاء الله إذن دكتور فراد تتوقع ماذا يعرق اللي قدر الله هذه المشاريع حقيقة هذه المشاريع بدت الحمد لله وتبدو جيدة لكن المواطنين يقول لك دائما من البدايات جيدة لكن من نجي نحققها على أرض الواقع نصطدم بمعرقلات شنو المعرقلات اللي ممكن أن يتعرقل هذه المشاريع نعم حقيقة لحد الآن لا يوجد ما يعرقل هذه المشاريع سبب الأول إذا نظرنا من النظر السياسية جميع هناك دعم من جميع الكتل السياسية لمشاريع الحكومة التنموية الاقتصادية في مجال الطاقة وهذا شيء يعني أكثر من جيد هذا الاتفاق لم يشهده في الحكومات السابقة هذا جانب أيضا هناك تشريعات قانونية لحفظ الاستثمارات الشركات الأجنبية وهذا أيضا شيء جيد سوف يعزز من وجود هذه الشركات أيضا قوانين الاستثمار دائما هناك لجنة الطاقة البرلمانية لجنة الاستثمار البرلمان دائما تعد مثلا احنا اليوم عدنا القراءة تمت قراءة أولى وقراءة ثانية لمشروع الطاقات المتجددة هذا واحد من المشاريع المهمة الداعمة لتوجه الحكومة هذه حقيقتين الأمور مجتمعة تسير باتجاه واحد دعم الحكومة الحكومة لا يمكن يعني تقصد القرار السياسي متفق مع الحكومة هذا هذا أهم 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 شيء إن كان هناك اتفاق في القرار السياسي فالأمور سوف تنظي بشكل إيجابي طيب أستاذ كاظم بصراحة هل هناك اتفاق سياسي في محافظة ميسان على النهوض بواقع حل اقتصادي طبعاً أكيد كل رجالات السياسية في محافظتنا هو عملهم الأول والأخير هو كيفية النهوض بواقع محافظتنا أولاً وبلدنا أكيد وبالتالي توفير فرص إضافية لناسنا وشبابنا والقيام بحملات أعمار لمحافظتنا الجنوبية اللي عانت ما عانت فبالتالي أكيد القرار السياسي هو قرار فيه توحيد من كافة الأطياف السياسية نحو التوجه لهذه المشاريع الاستثمارية ودعمها ونجاة شكراً جزيلاً أستاذ كاظم صالح مدير هيئة الانتاج في شركة نفط ميسان حياك الله شكراً جزيلاً على كل ما تفضلت به أيضاً الشكر لمدير مركز العراق للطاقة دكتور فرات الموسى وشكراً جزيلاً حياك الله على كل ما تفضلت به من هذه الإضاحات إذن ملفنا الثاني رح يكون نفتح وياكم طبعاً بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع هذا التقرير أولاً الطلاق كلمة يمكن سماعها كل بضع دقائق داخل المحاكم العراقية حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة التي سجلت عشرين ألف حالة طلاق خلال ثلاثة أشهر من العام الجارية وفق بيانات مجلس القضاء الأعلى ويعتبر التسرع باتخاذ قرار الانفصال ساهم بانتشار هذه الحالة حسب ما يراه مراقبون من خلال النشوات الرسمية من قبل بعض المحاكم والجهات المسؤولة والمنظمات بتزايد نسبة الطلاق والانفصال في الأسر العراقية بين أوساط الأسر العراقية وبالتالي هذا يمثل خللا في المنظومة الاجتماعية ويؤشر على أن هناك انفصام في هذه الأسر وانفصام في هذه الشخصية وفي التفكير وفي حتى هذه القرارات التي أنا أعتقد هناك بعض التسرع في اتخاذ هذه القرارات أو الأكم بهذه القرارات وبالتالي خلقة النبيئة مفككة وأسر مفككة مختصون ارتفاع نسبة الطلاق في البلاد مرتبط بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية متداخلة نهيك عن الزواج المبكرة وتعتبر حصة الظروف المعيشية الصعبة هي الأكبر في الوقوف وراء ازدياد حالات الطلاق وبلوغها مستويات خطيرة التي غالبا ما يدفع ضحيتها الأطفال لازم المجتمع لازم يصير عنده توعية أنه شن الأسباب هذه لازم نبتعد عنها يعني مثلا الناس اللي يتورطوا بمواضيع المؤثرات العقلية لازم نوديهم على مصحات نعالجهم موضوع القاصرات لازم نحد ونقف ضد زواج القاصرين ضد زواج القاصرات بالإضافة إلى العامل المادي يجب على الدولة بكافة مؤسساتها وبمفهومها العام أن توفر وسائل عمل للشباب حتى يكون عنده عمل عنده مصدر رزق يقدر يصرف به على زوجته هنا راح تتوقف يحتل العراق المرتبة الثامنة بعدد حالات الطلاق بين الدول العربية وسط مطالبات بتشفيف هذه الظاهرة التي باتت تفتك بالمجتمع من بغداد شيبانسامي الأيام الفضائية محور حديث من الأفنة الثانية سيكون مع الباحث في الشأن الاجتماعي الأستاذ علي الخفاج وحياك الله الله يحفوك أهلا وسهلا كما أرحب كل الترحيب بالخبيرة القانونية أساور العزاوي حياته أساور النجم أهلا وسهلا بحضرتك أساور النجم أبدأ معك أستاذ علي 8 حالات طلاق في الساعة رقم مخيف شنو أسبابه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة نشكر قناة الأيام على هذه المبادرة الجميلة وتسليط الضوء حقيقة على هذه المشكلة الاجتماعية اللي أصبحت حقيقة اليوم حديث الشارع العراقي نعم بما أنه لها تداعيات كبيرة وخطيرة خلينا نشوفها أكيد أنه ثمان حالات مثل ما ذكرتي وأكثر إحنا عندنا إحصائية دقيقة طبعا حسبناها من خلال ساعات الدوام ومن خلال الدوام الأسبوعي من خلال كوشي طلعت عندنا 51 حالة طلاق بالساعة 51 حالة طلاق بالساعة هذه معلومة دقيقة حقيقة إحصائية 2023 إحصائية رسمية من مجلس القضاء العلاء والجهات المسؤولة 73 ألف بالسنة هذا رقم حقيقة يخلينا إحنا اليوم كنا نفكر بهذا الموضوع وحقيقة لازم أنه يجب على الحكومة ويجب على الأهالي ويجب أيضا على المنظمات المجتمع المدني حقيقة العمل الحقيقي خلينا نرجع على الأسباب شنو السبب الطلاق عقد مقدس شنو السبب أنه صار به السهولة حالات الطلاق أكو بعض القوانين بعض القوانين اليوم جزء رئيسي حقيقة من ازدياد حالات الطلاق والنقطة الثانية حقيقة اللي طلقناها اليوم طلقنا عن اليوم عندنا كان ندوة اسمها حملة كفا طلاق حقيقة وجهنا أنظارنا وجهنا اليوم على أولياء الأمور والعائلة العراقية أيضا يعني شيء متراكم أصبح نحن بالنسبة اليوم نرجع حسنا من 1920 من تأسيس الدولة العراقية الحد 1958 مجتمعنا العراقي كان 90% مجتمع عمي ما كانت عندنا حالة طلاق لكن وما كان القانون اليوم أيضا سأرجع ناقش ناقش هذه النقطة بالتفصيل لكن أسمع رئيسة أساور نجم ست ذكر الأستاذ عندنا خلال قانوني أو بسبب القوانين تكتر عندنا حالات الطلاق يعني ممكن السلطيل الضوء على هذه النقطة بالذات الحقيقة القانون معي لذنب ليش نحمل القانون كل الذنب لأن يقولون البعض وأنا أنقل لحضرة تشرئي الشارع أنه ينصف المرأة أكثر من الرجل فالمرأة ما قامت تتخاف قانونه هل تقولك أنا أطلق والذي يصير يصير لا هو قانون الحوال الشخصية يستمد من الشرع فإحنا ليش نكون مجحفين بهذا الكلام أساسا المجتمع العراقي ما مهتم بالفرد السبب مو القانون السبب أنه ما حد مهتم بالفرد تنشئة الفرد توعية ماكو قبل كان الولد والدة يقعد ويا ينصح والد تتنصح تتنصح لأن الطلاق يحدث في فئات مثقفة جدا واعية ودرسة حتى من عائلة دينية ستأساور خلينا نكون منطقيين بالله قبل وقت وقال العلاقة وقال ما السبب دكتور هي المشاكل التي تصير بس مشاكل يعني 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 تمنح حالات الأستاذ يقول 51 حال الطلاق في الساعة يعني هيا كلها مشاكل ما أسبابها ما أعرف أنا أسأل حال أسبابها مادية أسبابها جنسية وأسباب أخرى زين أغرب حال الطلاق بأتبار حضرتش خبيرة قانونية سمعتها والله يعدي أنا أنا سعلي 26 سنة محامية أغرب حال سمعتها أكو حالات هسة الغريبة هذا الشذوذ الجنسي أنه يتزوج هو يدرب روحه شاد يعني غير مو رجل كامل نصف رجل ويدعي أنه نصف الآخر إمرأة ويقدم على خطبة إمرأة ويتزوج يعقد عقد قيران ويتزوج ويصير بس ما يصير دخول فهذه أحنا هاي أبرز الحالات اللي حس استجدد هذه أصبحت مشكلة سين إذن أستاذ علي لحالات أكو حالات أخرى وهي حالات الشذوذ الجنسي برأيك أول شيء يعني أنا أحب أنه أعتب على الدكتورة أنه أنا حقيقة ما أقبل أنه يتم إلقاء هاي شتهم بالنسبة أنه نحن بين قوسين نريد نطلع نجمل أنه إحنا شوكت اليوم دكتورة إحنا عدنا مشكلة اجتماعية شوكت إحنا نطلع من النفس اللي وإحنا ندافع على الإمرأة وندافع على رجل إحنا المتبنين وليد نقترح وليد نسوي ندوات ترى مو همنا بس الرجل إحنا همنا العائلة العراقية دكتورة أنا هاي الإساءة للرجل العراقي حقيقة ما قبلها بس أسمحيلي أنا أكثر حالات الطلاق صدقيني مو موضوع الشذوذ الجنسي صدقيني اليوم أغرب أكثر حالات الطلاق وأغلبها صارت أول شيء قانون يساعد على هذا الموضوع شو من القانون يساعد إحنا قانوننا مستمد من الشريع الإسلامي وضح ليها ساعد أول نقطة نعرف إحنا النظام البائد المقبور حقيقة عدل على قانون الأحوال الشخصية وعدل على بعض التفاصيل هذا مو نفس القانون 159 هذا صارت عليها تعديلات بحقبة زمنية دكتاتورية كنا حاربناها وكل اليوم الموجودين وكل الشخصيات والكتلة السياسية تفقد أن هذا النظام كان ضد الشعب إحنا زيان ليش نعايفين هذا القانون بعدين كل المذاهب اليوم اللي موجودة تفقد على سن الحبانة اللي هي سبع سنوات كلها اليوم ما معقولة أنا اليوم أنا خلقت اليوم مشكلة كبيرة ليش الأبن يعني نحكم مؤبد واليوم المرأة حقيقة مع كل الاحترام وإحنا نداعي بحقوق المرأة قبل حقوق الرجل إحنا نعالج مشكلة أختي العزيزة اليوم هسا المرأة تطلق شنو الشيء اليوم اللي راح تخسرها شنو العواقب الوخيمة اليوم اللي راح تواجهها شنو مطلقة بالمجتمع جهال هي مهين جهال ممكن الأبمين طيهم وفلوسوا هذا شيء ليش موكو ليش موكو نفقه هاي أنت تعرفها شقدير ذات مشاكل ومحاكم وروحة آني أعرفها زين وانتي خلقتي شنو أختي انتي شنو خلقتي انتي خلقتي اليوم من الأب سويتي عدو من حرمتي ابنة ميبات يمن لمدة عشر سنوات خلينا صريحين أسباب الطلاق أكثرها من النساء لهم من الرجال باعتبارك واحد في شأن الإشار أنا ما أخلي أقول لك النساء أو الرجال يا أخي من ضمن الحالات اللي عندك أنتوا أكيد عدكم أحصائية أكثر الحالات مع الأسف من خواتنا النساء مع الأسف والأسباب طبعا بالتأكيد هذا وقت طبعا لأنه أنا يعني بالمحاكم بني فيدخل طرف ثالث هو اللي يكون سبب الخراب يعني يدخلون الأهل يخربون الأهل هاي مصيبة الأهل بذلك المرأة والرجل ممكن بلحظة خلوة يصير يعني هو كرجل وكهي يصير يصير صلح أو يبتعدون ويرجعون يقتربون يصير صلح بس يدخل شخص ثالث يخرب زين أنا أنا أتسأل حضرتك إحنا ليش كعراقيين كقانون عراقي ما عندنا سقف للمهور يعني هسا اللي يريد يزوج ثلاثين مليون صارت تجارة للمرأة خلينا نكون منطقيين نشبه الله كاني أخذ 15 حاضر وثلاثين غايب ونفصل على الرجل يعني عندي فلوس أبدي مشروع وممكن ألقالي غير سلج ليش ما عندنا سقف للمهور هو الشرع ما نخلى هذ الشيء يعني أوكي إحنا ما قالين شيء على الشرع بس إحنا حتى يعني أبغض الحلال عند الله الطلاق إحنا أيضا حارب أبغض الحلال لأنه صارت زواج مشاريع خلينا بالتفقين على هذه النقطة هذه الظاهرة مو هسا صارت 4-5 سنة إي يعني جديدة المجتمع العراقي ما السبب رئيسي يعني يعني هسا أشوف المرأة مدخف تأخذ الفلوس تأخذ ذهب مدخف رجعنا النقطة إنه هي أسباب ما دي أسباب ما دي إنت إذا إذا الولد الطال البطال إشلون يفتح بيت وإذا النساء تطلب 30 و40 مليون شون ممكن خلص إنسحب هذا إذا هيتش ترى ما رح نلقى نسوان للزواج أكدلت هذه النقطة لأنه إحنا صار عدنا خلل بالثقافة يعني ما يقل 15 مليون ثلاثين سبب الأهل السبب السبب الأهل أستاذ علي أسمع وجهة نظرك حقيقة مثل ما تفضلتي وعرشت على موضوع مهم أيضا طلب المهر بشكل خيالي حقيقة اللي اللي نشوفه 30 مليون و20 مليون و50 مليون وهذه ظروف وصلت للمليار وصلت للمليار وإحنا بحاجة حقيقة اليوم تحفيز الشباب إحنا اليوم مع الأسف إحنا نعالج خطر حقيقي يعني اليوم منصر عندنا نسبة عنوس أو منصر أولياء الأمور هي الحلقة الرئيسية اللي ذكرت تشياها بداية الحلقة أولياء الأمور مدنشوف لهم أي دور حقيقي البعض البعض الكثيرهم مو البعض القليل لا البعض أولياء الأمور هم منفصلين يا سابعين أولياء الأمور قبل هسنا كنا متربين لمجتمعات قبلية عشائرية عربية أصيلة ونقعد يا شيخ العشيرة ونجنا نسمع هذا يؤسس سؤال قد دمر الأنترنيت هذه العادات والتقاليد صحيح أقول لشفة نقطة حتى الأنترنيت نحن اليوم ممكن تتحكمين بالمحتوى اليوم اللي ابنك أو ابنتك تشوفه ممكن لكن أولياء الأمور حتى هذا الموضوع ما منتبهين ما منتبهين اليوم أطفالهم حقيقة ديذهبون ديستادوهم مع الأسف الشخصيات المجرمة اليوم اللي تاجر للعضاء البشرية وتاجر المخدرات أصبحوا والأبناء فريسة لهاي العصابات حقيقة أستاذة أساور بصراحة أردا سأل السؤال هل أحد أسباب الطلاق أنه الرجل يكون متزوج امرأة يحبها ويحترمها ويحترم عائلته لكن عنده اثنين ثلاثة أصدقاء أو صديقات على مواقع التواصل الاجتماعي أكو خيانة زوجية صح شكرا نسبة تعدى 80% 80% خيانة زوجية بالوقت الحاضر وهذه أحد أسباب الطلاق ممكن تكون من طرف الزوج أو من طرف الزوجة يعني حتى أكون منصفة زين هل شو ممكن نحاربها يعني هسا أوكي تعرفين الخيانات في الزمن السابق يراتت عنه وتروح ومشوار ماكو شوانا هسا بكرسة الزر كل شيء ممكن يتحول إذا واحد ما يحق مدينة أو ضميرة يعني شو ريد نساوي لها دكتور بضبط إحنا أنا هذا دوركم أنتوا الإعلام دور منظمات المجتمع نتحدث كثيرا بس منو يسمعنا يعني إذا هما الأهل الأب والأم يقولوا لها يلا تطلق أو يلا تطلق نجيب لك أحسن واحدة بعد منو يسمع صوتنا حقيقة هناك ظاهرة حلوة بالعالم الغربي يعني أنا يشوفها بالأفلام أي أنه أكو مؤسسات عندهم تثقيفية يتم اللجوء إلها قبل الزواج وبعد الزواج وشون تعامل الطفل وشون تتعامل وزوجتك خلال فترة الحمل حتى يدخلوا بصالة العمليات وبصالة الولادة للأب بزين بصراحة هل إحنا الأزواج يحتاجون إلى هذه الدورات التثقيفية للأهل طرفين طرفين أستاذ علي أسوأ حالة سماعتها باعتبارك باحث في الشأن الاجتماعي عن حالة الطلاق تفاجأت شنو سببت تفاجأت إحنا ذكرت لك إحنا طلقنا حملة اسمها كفا طلاق كفا طلاق بحدود السبعة أيام وصلنا 26 حالة عالجنا الفضل من رب العالمين وعدنا 16 حالة هذه 26 كانت حالة إصلاح بين الأزواج حالة إصلاح بين الأزواج يا الله الشيء اللي يقلمني طبعا من خلال هذه الحالات من الشمال للجنوب عدنا محافظات ما عدا أقليم كردستان ما شفنا أي حالة إنه حقيقة لأجتنا إحنا إحصائيات نأخذ رسمية ما جتنا حالة خيانة زوجية لكن أجتنا أسباب تافهة ومع الأسف بعض الحالات الأغرب وحدة اللي تعاطفنا إياها جدا تعرض الحادث سير الرجل تفاجأ أنه وراء أسبوع أسبوعين هسا أكيد يسمعنا هو أنه راحة تلبيتها لها وعافتها وحقيقة ومفصلت عنها لو بسعرفت لا مفصلت عنها نعم زين ليه مفصلت عنها هذا السؤال هي جاوب علي لا يعني هل أقصد الزوج أصيب مثلا بعوق لا قدر الله نعم انصاب الحادث صار حادث طلع مثل أي مواطن اليوم يطلع اليوم يتعرف ليش هو المواطن الزوج من يطلع اليوم ويتعرف الحادث طالع ماذا طالع داتا يتونس قد يكون طالع اليوم العمل قد يكون طالع اليوم الساب علي ما حد طالع يتونس محا ��حن ننشوف كل شي وبعض كنا حياتنا جدية هو استحب أيضا هناك في بعض الحالات لمنتسبين منتسبين قوات المنיז حيد الشعبي اليوم أبرز القضايا التعليق للأمني صوب رجع للبيت أخذه وموجودة حالات موجودة طلبة الطلاق وراحت البيت أهله وأخذت جهال أيضاً وأخذت أطفاله من عنده والقانون ويأهبتك والقانون أفو بس إصابة سببت العاوة طبعاً طبعاً إصابة نعم لا أهي ما يقدر نعم إصابة صوبة نرجع نقطة أنه أكو أخفاق مسألة جنسية وأكو أكو بعدها ما لحقت يا ست أساوي يعني ميهم زوجتها بالمستشفى بعد 15 يوم ترجع تنفصل عنها وسبب واضح وين الأخلاق وين الدين وين المعايير اللي يحكم المجتمع السبب واضح والأحد هل جين هذا اليوم يعاني من نقص بهذا القيم الحقيقة جين ما مثقف وبعيد عن الدين كانت المرأة النظرة غير جيدة للمرأة المطلقة هل العمل اليوم ساهم بأن تكون المرأة محررة على الثراتب عتها نقود عتها صوبة لذلك ما تخاف من شيء اسمها طلاق أكيد وكثرة الحالات الطلاق يعني أصبحت مسألة عادية صارت مو دي الحالات الطلاق كشيء من الموضف يعني أنا أشوف الآن يعني صديقتها تتطلق ترجع للبيت تطلب الطلاق لا أعرف عدوة شنو ماذا أفهم بالموضو لا لا أعتقد بس قلت لك هي أكو المجتمع أثقل بأمور بهموم فأثرت عليه يعني يعني نعكست على العائلة باختصار أستاذ علي هل أصبح الطلاق موضة في المجتمع العراقي؟ والله مع الأسف أصبح موضة مع الأسف قاموا احتفالات كنا نشوف إحنا على مواقع التواصل الاجتماعي يسوون حفلات كيك ودنباوع أيضاً بديوات يسخرون مع الأسف هاي الأمرأة العراقية طبعاً هاي رسالة من خلال قناتكم الأمرأة العراقية اللي حقيقة ينظروا بيها المثل بتربيتها وصبرها وكل اللي سوتها مع الأسف قاموا أنه يوسطون صورة احتفالات وكيك وهذه الأمور وأيضاً أيضاً يعملون أكو فيديوات أكيد طلعتوا عليها الشون يعاملون الأب وشون يعني يطلقون عليه مع الأسف مسميات غير لاعقة والأب الموجود مع الأسف البحث في الشأن الاجتماعي علي الخفاجي شكراً جزيلاً خبيرة القانونية أساور النجم شكراً جزيلاً على ما أطلت من كل هذه الإضاحة شكراً أهلاً وسهلاً قبل أن أروحوا ياكم لمجازنا الخبر يخلونا نشوف أبرز الآراء المطروحة على منصة تيكس والتي جاءت بوسم زواج النوري لإحياء مناسبة ذكرى زواج الأمير عليه السلام بسيدات نساء العالمين عليه السلام لنتاب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر